رفع اللواء الركن سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بايدك 2019 رفع أسماء آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته برعايته الكريمة للمؤتمر والمعرض والذي بات وسيلة مثالية لتأكيد مكانة مملكة البحرين على مستوى صناعة المؤتمرات والمعارض في مختلف المجالات بما فيها الجانب الأمني والعسكري مشيرا سموه إلى أن الرعاية الملكية السامية للمؤتمر منحته زخما إضافيا باعتباره من الملتقيات الأمنية والعسكرية كما أنه يضفي طابعه الخاص ليمثل شراكة نوعية بين التطور التقني والفكر الاستراتيجي وبات يتمتع بسمعة طيبة ومكانة رائدة على المستوى الإقليمي باعتباره يمثل أكبر تجمع للدفاع في المنطقة جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع وأعرب اللواء الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء على افتتاحه للمؤتمر نيابة عن صاحب الجلالة الملك المفدأ مشيرا إلى أن حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين على المؤتمر يؤكد اهتمام سموه بتعزيز مكانة مملكة البحرين لتواصل العمل على تعزيز دور القطاع الدفاعي والعسكري ورفض مقاوماته من خلال توظيف مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يصب في دعم هذا القطاع وزيادة قدرته التنفسية على جميع الأصعدة وأضاف سموه أن اختيار مؤتمر البحرين الدولي للدفاع عنوان التكنولوجيا العسكرية جاء بعد دراسة عميقة مستفيضة باعتبار التكنولوجيا الحديثة تمثل نقلة نوعية في مجالات الدفاع ويجب التركيز عليها في الفترة المقبلة مشيرا إلى أن العالم بات يتمتع بتكنولوجيا حديثة في مجال الأسلحة الدفاعية بعد الاعتماد المباشر على مبادئ الذكاء الاصطناعي والتقدم في مجالات التكنولوجيا وأكد سموه أن فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع بعد كالفين وتسعة عشر ستكون ناجحة بكل المقاييس من خلال التجميع الكبير للعديد من المسؤولين في العالم للاطلاع على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الدفاعية في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر